وإن من دولة إلا خلا فيها انقلاب هنا غرب إفريقيا أو منطقة الساحل والصحراء مرتع الفرنسيين وبقرته الحلوب منذ القرن السادس عشر وإلى يوم الناس هذا حتى بعد أن قرر شارل ديغول منح عشرين دولة من الاثنين وعشرين ألا يوقعن تحت احتلال بلاده استقلالها أبا إلا أن يترك له فيها وكيل بعد بوركينفاس ومالي التحقت النيجر بركب ذابحي الديك الفرنسي والتخلص من هيمنته هكذا يبرر الانقلابيون وهكذا توافقهم الشواهد فمحمد بازوم الذي أيد انقلاب 2010 دارت عليه الدوائر بانقلاب أبيض نفذه الحرس الجمهوري لرفضه سياسات بازوم رجل فرنسا ووكيلها أول قرارات المجلس العسكري الذي أعلن نفسه حاكما للنيجر كان تعليق صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا ولعل هذا هو مربط الفرس وزمامه وإن كان المراقبون يرونه ورقة ضغط لتوسيع هامش التفاوض إلا أن الشعب الذي خرج ليعبر عن غضبه تجاه فرنسا له رأي آخر شركاء لا أوصياء هذا هو لسان حال القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في سان بيترسبورغ بعد يوم واحد من الانقلاب في النيجر ولا يعلم أحد إن كانت الصدفة وحدها هي من رتبت الأمر أم أن أحد ما في سنسفو بموسكو هو من رتبها النيجر المصدر الأرخص لليورانيوم مشغل محطات طاقة نووية في فرنسا والتي إن توقفت أظلمت باريس ربما تكون ورقة تلاعب بها موسكو الغرب للتخفيف عن الضغوط الواقعة عليها في كييف يقول مراقبون بطبيعة الحال لن تستسلم باريس إذ بدأت بالفعل استخدام أوراقها الناعمة متمثلة بقرار الاتحاد الإفريقي والذي أمهل قادة الانقلاب أسبوعين لتعل السقف من خلال منظمة أكواس بتخفيض المهلة لأسبوع واحد مع انذار شديد اللهجة بالتدخل العسكري وهو ما لاقى رفضا شديدا من كل من مالي وبركينفاسو وغينيا في ملمح لتشكيل جبهة لدعم عسكر النيجر تهديد ووعيد ومقاطعة وتلويح بعقوبات تقودها دول الغرب ضد المجلس العسكري القائم بأعمال رئيس البلاد يقابله هدوء وربما يكون واعا بما ستسفر عنه الأمور فقد فعلوها من قبل في شمال إفريقيا وانتهت الأمور إلى الاستماع لصوت المصلحة وتلاشى وصف الانقلاب مع الوقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة